الان نكمل في هاي الملاحظات الملاحظة الثانية اللي كنا نحكي فيها لما بدي اوجد الوفرفلو في عملية الطرح لازم احول الرقم اللي بعد عملية الطرح لسكنت كومبلة احول اشارة لجمع ليش؟ لانه قاعدة السكنت كومبلة اصلا اللي احنا اخدناها كانت اذا انا جمعت رقمين موجب طلع عندي الرقم سالب فاطلع الجواب غير منطقي فكننا نحط الوفرفلو واحد اذا جمعنا رقم سالب وطلع الجواب موجب اذا حصل اشي غير منطقي لذلك كنا نحط الوفرفلو يساوي واحد اذا الفكرة انه القاعدة اللي احنا اصلا حطناها وتعملنا معها كانت في الجمع فما بزبط انه الان تعمل معها في الطرح اذا بدي اتعامل معها في الطرح بدي اوجد قيمة الوفرفلو في وكنا ندر عملية الطرح لازم احول الاشارة لجمع كيف بحولها؟ اني الرقم اللي بعد اشارة الطرح بعمله سكنت كومبلمت وبحول الاشارة للطرح طبعا سكنت كومبلت اتعاملنا معه لما شرحنا في بداية التقوية لما شرحنا الوفرفلو ايضا اتعاملنا مع بعض الارقام وحولناهم من سكنت كومبلت في الامور سهلة وايضا اخذناها في مادة لوجيك فمعلومات سابقة اي نهاية الان اخم مثال موف ايلو معطيني ايهاي ايضا رقم في البياناري الان بمنو ايلو ايهاي اذا انا بتعامل مع ثمانية بيت هو يعطيني فقط 4 بيت فاذا انا كمل على ظقم اللي understanding 4 كل جمجنا 3 etere pasture 1-01 1-01-01 ونكمل بأن هذه القيمة is free فتالن سألني عن ال الافلاج الان اتعني بأنه 0 وانا الفلاج هل هي أخذت برو من الخان الخامسة لا فإذا الأجزول فلاق سوى 0 فلاق هل الجواب عندي صفر لا إذا مش صفر إذا الزيرو فلاق تساوي 0 وهكذا الأموة صارت الآن مجرد أن تفهم فكرة التعليم الجديدة وباقي الأمور كلها روتينية رح تصير لأنه إحنا رحمناها من البداية الآن أعطي التعليم البداية هي الـ Decrement نفس تعليمة هي التعليمة المشابهة لتعليمه الطريح نفس ما كان في الجامعة كان في التعليمه المشابه إلها لها الـ Increment الآن في العأند في التعليمه التعليمه في الدكريمنت وستينايشن أيضا ما يحدث عندي بطرح واحد من الـ destination اخرى وبرجبه في نفسه سأخزن القيمة الجديدة وبينها رح أخزن بالـ destination لابد أن يكون معي إما Register ومموري اتوقع انه الامر صار واضح يعني من الان الملحوظة بتحكيلي انه بتأثر على كل الفلاقز ما عدا الكاري فلاق وايضا كلمة ما عدا الكاري فلاق لازم نحط تحتها مليون خط تمام زي ما قبل شوي لما اخذنا الجمع ميزنا ما بين الاد وبين الانكرمنت في عملية الكاري فلاق لما يطلع عندي كاري فلاق ايضا هون نفس الفكرة لما يسألني عن كاري فلاق وانا باستخدم الانكرمنت والديكريمنت احكي له مباشرة انه نت افكت ما بتأثر عليه تمام وهي الاسر اللي بجوها في المتحان غالبا حتى انه يوقع الطلاب في الترك الان اخر مثال سريع موف ايلو اثف وديكريمنت بحكي لديكريمنت الالو يعني يطرح لمن الاف اف اف اطرح لمنها واحد سنحول الثف بشكل سريع واحد 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 وبنطرح واحد 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 ونسلم باقي الان PU نطع الداخل الثفء نكونugh فلاق ويخزن داخل الايلو ايemet تطعق بكرس هوري فلاق اي覺 نقولها لو سألني عن كاري bags tap لا نوعاOffice لا نوعا ما Bang لكن لو كان عندي برنامج طويل فأنا ما بأثر على قيمة نعم صحيح لكن بعطيه القيمة السابقة إلى ركز مثلاً لو كان في برنامج طويل وكان حدثت عملية جمعة والفرض وصارت قيمة Very Flag واحد ورجعنا عملنا Decrement وحكالي بعد ما اعملت X أ annoyed شكالي كم قيمة Would Pick هي القيمة السابقة أما في عملية ذلك الحكومة بـ أو لو حكيت له رات افكت وحكيت له بين قوسين واحد اللي هي القيمة السابقة بيكون جاوبك مية بالمية و كنت هكي بتكون وضحت له مية بالمية أنه أنه فاهم الفكرة